مش مهندس احنا لما بقص بعض الناس ممكن دلوقتي تقول لك ايه بعض المعارضين اللي انت عارفهم يعني تقول لك ان البرنامج المجري جاب ناس معينة عشان تتكلم احنا جايبين من ناس من معظم النادي كله عشان تتكلم بقى فريق كرة النسائية جايبين اعضاء جايبين ناس موجودة في قلب النادي انت هتقول ايه للناس ديت بعدين الناس حاسة بالمشكلة بتاعة الاصلاح الزراعي كمان اقول لي مين تقول ل الناس اللي تكلمت دي ايه اقول لهم اشكركم هم ناس عايشين في النادي ونبض النادي معاهم وحسين فيه واعضاء النادي سموعة بيحبوا ناديهم وعندهم اتماء وبيقضوا وقت طويل جدا وما فيش قوة العلم ساتك انا يعني ما سمعتش الكلام ده قبل كده لكن بسمع طبعا كلام من الناس بتحصل مناسبات فالناس ما هو ألسنة الخلق هو يعني كلام الحق لا انا مش هنمنا حد ان يتكلم يقول طبعا طبعا من حق كل حد تتكلم ان انا ومجلس الادارة بنعمل كل ما نستطيع وان احنا نتمنى ان نحوز رضاكم ودايما يكون وشنا ابيض امامكم ونكون عند حصن ظنكم بينا هو ده الكلام وان احنا نعاهدكم على بس لأقصى مجهود لمصلحة النادي ولمصلحة ابنائكم ومصلحة اثاركم بس وان ارض نادي سموحة دي امانة في رقابتنا ارض نادي سموحة وارد برج العرب دي امانة في رقابتنا لازم نحل هذي المشاكل ولازم نواجه المشاكل احنا مش جايين الا عشان البنى وعشان الاصلاح وعشان الوصول بالنادي الى بر الامان انت عاوز تكسب الرأي النسائي في النادي فعملت كرة نسائية انت مقتنع بالكرة النسائية لا مصد سموحك البطل الكرة النسائية بك انا برضو عصد انا كسبت الدوري وكسبت الكاس وكسبت السوبر النسائي ده احنا لدينا تاريخ كبير اوي في الكرة النسائية طيب نرجع تاني للكرة برضو واقولك ان كرة القدم هي الراونق بتاع النادي طبعا طبعا وهي اللي عليها الاسبط باستمرار لكل الاندية مش الاسموحة بس ازاي لحقة النادي يعني النادي كان خلاص على حفة الهوية ايو كان الستاشر بصدق ادي كرة النسائية هي احنا على فكرة احنا بيش ضد النساء بالعكس ده انا مبسوط ان في بيانات كتير جدا بيقابلوني في الشارع دلوقتي وفي اي اماكن ويقولولي احنا بنلعب كرة نسائية فدي تبقى حاجة كويسة ان احنا بيش اقل من العالم كله اللي حوالينا نرجع تاني لكرة القدم كرة القدم كانت في السنة انت مشيت فيها كانت على قرابة من الهبوط الى الهوية بالرغم ان اتصرف مية وخمسين مليون جنيه في السنة دي اه على لعيبة كرة منهم تمانية وتسعين لاعب تمانية وتسعين في المية اتصرفوا في اسبوع في اسبوع على ايه على سبعتاشر لاعب اه مشي منهم حداشر واحد يعني اشتروا لعيبة ومشوهم اه في اسبوع يعني جان يوم السبت يوم السبت اللي وراد دولوا استغنى بعد ما خد ستين في المية والاستغنى ببلاش اه دولوا استغنى ببلاش طب ازاي تمانية وتسعين مليون تمانية وتسعين مليون وتسرف مية وخمسين مليون جنيه على الكرة اه على كرة القدم اه هدبستك مصروفات مباشرة على لعبين نعم والفرقة كانت في الستاشر لها اربع نقط جايبة خمس اهداف او اربع اهداف وعليها ستاشر اهداف اه ويعني طبعا كان موقف ظلام ظلام ايه اللي انت عملته عشان ترجع الصورة تانية وكرة القدم وترجع الفرقة تانية جبت خمس لعبين رجعت حسام حسن طبعا أنا بشكر طبعا النادي الآلي وبشكر الكابت المحمود الخطيب لأنهما بصراحة عندما كانوا شوقوا جنبنا ما كناش شفنا خير لأنه هجيب لعيبة كويسة منين بسرعة يعني احنا خدنا ميسي وخدنا مغربي عارم للنادي الآلي وخدنا حسام حسن وخاء أحسام حسن وخاء أهو مغربي وميسي وخدنا حسام حسن وجبنا بعيو بعيو ده جيبته من تونس انتقال حر لعيب بيلعب في المنتخب الأولمبي ولعب جديد ولعب منتخب أساسي طب حضر عشان النادي الآلي أربعة أربعة لا حضر واحد أحسن منه بص اللي جبته ده قبل كده رجع رجع سيتك الصورة وحسام حسن طبعا كابت الفريق ده هيبقى مفجة الدولي السنة الجاية والله انت شاطر قوي في حتة انك بيليك نظرة أولا قبل ما أقولك انت شاطر انت بتفرغ على ما تشاهد الأهلي هل بتفرغ على ما تشاهد الأهلي عشان تختار لعيبة وانت ليك نظرة في لعبين بص حضرتك أنا كل وقت فراغي كل وقت فراغي أو لما كون مثلا أنا في العربية مثلا لو بعمل تليفونات شغل وبعمل كذا وبعمل كذا بعدين عايز أرتاح أتفرج على كرة قدم خدت بيساتك أتفرج على كرة قدم هل للمتعة والاستمتاع ولا عشان انت ليك عين في اللعيبة أو حاجات زي كده لا هو طبعا للمتعة والاستمتاع الأول لكن وانا بتفرج يعنيك بتيجي على حد بتيجي على حد ببقى شايفه نعم انت خدت بيساتك ببقى شايفه والحمد لله بيبقى نجم يعني ما جبت محمد عبد المنعم كانت كل مصر إيه ده إيه ده ده حاجة انت جايب واحد مجهول مين يعرف ده ده إيه ده بالقال فيه 30 واحد مكانش حتى بالمنتخب الأولمبي ده ولا كان في المنتخب بالقال ولا حاجة خدت بساتك آه الكابتن محمود الخطيب يشهد أنا بعد أول سنة قلت له السنة الجاية يا كابتن طبعا أنا مهما أقول الكابتن طبعا بيفهم أكتر مني في الكورة طبعا بس انت إيه اللي بتشوفه في اللعيبة دي يعني اللعيبة المغمورة دي انت بتاخد يعني إحساس إحساس أحمد عبدالقادر آه أنا شوف يعني بعد إذك أنا لما بشوف حد بشوف الهارموني زي ما أنا شوفتك في بداياتك قلت إيه طبعا أنا راجل مهوب رب لك أنا فاكر والله يا كابتن أنا شو مش فاكر بص أصل عارف ستك اللعيب ده من مشيته نعم اللعيب الكور ده له هارموني ومحمود الخطيب طبعا لما كان ناشئ ونزلوا بتاعه مش عارف إيه وكان بيبقعد برة وبعدين ينزلوه يعني عندك الحسة دي عندي الحسة دي أحس أحس جدا فأنا الحمد لله لو مساجد المنتقب القومي 70% أحمد فتوح ومن اللي اكتشف أحمد فتوح ده أحمد فتوح ده لما جه كان دايما فيه مشاكل بينه وبين المدير الفني وكان مجهول كمين المدير الفني أيا كان طيب بلاش المهم رحت جايبه قلت له تعالى قال لي قلت له بص لو المدير الفني ده عمل فيك اللي ما يعمل ما تقولوش الله حاضر قال لي حاضر بس انت بتقول لي كده هتحترف في أوروبا وانت قال لي بجده ونبقيت له انت هتشوف انت هتبقى إيه وغيره مين تاني ناصر ماهر أقولك كتير ياسر إبراهيم أيمن أشرف أعد لسيادة أيمن أشرف أعداد كتيرة جدا 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 من نجوم طريق حامد أعداد كبيرة محمد أبو جبل جالي كان خامس جون كان عندي راحة منتخب أعداد كبيرة جدا من نجوم أنت عندك مصنع تفريق